اهلا بكم مشاهدين الكرام في هذه الحلقة الجديدة من شهادة للتاريخ حلقاتنا لا تزال مستمرة مع ضيفنا الكريم سعدة سفير دكتور يوسف أحمد الشرقاوي الذي نرحب به في بداية هذه الحلقة الجديدة سعد سفير دائما نسعد بجود حضرتك معنا في هذه الشهادة الخاصة حول مجمل القضايا التي تثار معك في حديثك الأكثر من رائح شكرا نفاندي على دعواتكم الكريمة بعض الكتابات عقدت مقارنة ما بين دور الدبلوماسية المصرية في العدوان الثلاثي عام 56 والدبلوماسية المصرية في يونيو 67 هتكون دي نقطة انطلاقنا للحديث مع حضرتك واستكمال حديثك الأكثر من رائع ولكن بعد الفاصل الذي نخرج إليه الآن وسأذن حضرتك في الخروج إليه موسيقى 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 اهلا بكم مجددا واجد التحية لضيفنا سعدة السفير يوسف أحمد الشرقاوي اهلا بك مجددا سعدة السفير كما وضحت قبل الفاصل واحدة من النقاط التي التفت إليها بعض المحللين السياسيين وبعض الكتاب وهو إلى أي مدى دور الدبلوماسية يمكن أن تكون أدى لتجنيب صنع القرار مزيد من التعقيدات في أزمة يمكن أن يواجهها أن يواجهها أو ممكن أن تقدم بعضا لحلول هذه الأزمة ويعني تفوت الفرصة على من يتربص بالدولة أو بصنع القرار مزيد من الأخطاء المقارنة هنا عقدت على يعني مسؤولية بعض الكتاب بين وزير الخارجية محمود رياض في فترة يونيو 67 ووزير الخارجية محمود فوزي أثناء العدوان الثلاثي أصحاب هذا الرأي ذهبوا لأنه الوزير محمود فوزي قدم خدمات جليلة وتألق تماما في إدارة الملف وفوت الفرصة على من أراد أن يتربص بالمصر في هذه الفترة وجعل مصر تحقق نجاحات كبيرة في حين أنه حسب هذا الرأي وزير الخارجية محمود رياض ربما لم يوفق في لفت أنظار صنع القرار السياسي لبعض النقاط التي كان يمكن أن تجنب مصر أزمة يونيو أو نقصة يونيو 67 هذا على حسب رأيهم ما يهمنا الآن بشكل أشمل وعام دون تخول في تفاصيل يونيو 67 أو العدوان الثلاثي في 56 إلى أي مدى فعلا الدبلوماسية يمكن أن تكون أداة فاعلة في يد صنع القرار السياسي تجنبه الكثير من الأزمات وتقدم له الحلول في بعض المشكلات تماما شكرا جزيلا يعني ما أود أن أشير إليه باختصار عشان طبعا البرنامج أنه الدبلوماسية المصرية لعبت دورا كبيرا على مستوى السياسة الخارجية المصرية فهي على سبيل المثال وليس الحصر ساهمت في إنشاء جامعة الدول العربية ومنظمة الأمم المتحدة والإعلان العالمي مسأل لحقوق الإنسان سنة 48 وأيضا منظمة التجارة العالمية والعديد من المنظمات الإقليمية ومنظمة المؤتمر الإسلامي ومنظمة الوحدة الأفريقية وحركة عدم الانحياز وغير ذلك الدبلوماسية المصرية ووزارة الخارجية بشكل خاص حسب الدستور المصري هي الجهاز أنمنوت له القيام بتنفيذ السياسة الخارجية المصرية والمساهمة في عملية صنع السياسة الخارجية المصرية الدبلوماسية المصرية نجحت فيه زي ما شاتك تفضلت مثلا في فيما تصل بـ 56 وأيضا مشكلة الطابة حل مشكلة الطابة كان لها دور كبير جدا من خلال العناصر أو صفراء بارزين مع أيضا فقاء القانون الدولي في مصر لكن المزارة الخارجية قامت بدور رائد في حل أزمة الطابة يجب ده هذه رقم واحد رقم اثنين الدبلوماسية المصرية تقوم بدورها في إطار منظومة في الدولة المصرية يحددها الدستور وحسب طبيعة النظام رقم ثلاثة فيما تصل بـ 67 و 56 أنا رأيي الشخصي أن الظروف الإقليمية والدولية بل وأيضا الداخلية كانت مختلفة كانت مختلفة في 56 عن 67 وفي رأيي الشخصي من الصعب أننا نقصر الهزيمة 67 على أنه السيد وزير الخارجية أو حتى جهات معينة في الدولة سوى وزارة الخارجية أو غيرها هي التي لم تستطع أن تتجنب هذه الأزمة لأنه هزيمة 67 المؤلمة والمحدقة كانت كبيرة وكانت أيضا مرتبطة بالظروف الإقليمية اللي كانت مصر بتعشها والتمدد المصر في أفريقيا مرة تانية أنا مش عايز يعني أغوصي طفل قصيلها لكن يعني هو البعض أنا ذكرت هذا المثال لأنه يقال أنه وزير الخارجية محمود رياض لو كان التقت بعض الرسائل التي جاءت مثلا من الجنب الفرنسي وبلغها للرئيس وبلغها كذا 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 مثلا يعني إلى آخر كل هذه الأمثلة لكن هذا أيضا لأنه القرار في النهاية ليس قرار وزير الخارجية سنكون صريح مع حضرتك دي منظومة متكاملة زي قرار عملية السلام مثلا كان كنا عارفين قال السيد الرئيس رحمه الله محمد أنور السادات هو الذي خاض قرار حرب أكتوبر وهو الذي خاض أيضا قرار السلام وقرار استراتيجي وكان هناك بعض الأراء الأخرى سواء من الخارجية وغير الخارجية فالقرار السياسي الدبلوماسي إذا كذا التعبير في هذا الإطار الذي نحن نتكلم به هو ليس فقط يخص وزير الخارجية طيب إذا حدث تباين في الرؤى ولا أقول اختلاف ما بين رأي الدبلوماسي ورأي السياسي أيهما يغلب أو ينفذ يعني أنا في مواقع خبرتي الشخصية وهل مريت حضرتك بأمورك هذه أنا شخصيا مريت في بعض التجارب الشخصية وفي العرض اللي أنا كتبته قلت وقد ترون يعني النقيس رد الفعل في ضوء هذه الاعتبارات مع ما قد يصيره مثلا رفضنا لكذا كذا كذا من كذا 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 أنت بحضرتك بيتم العرض على صانع القرار طبعا أنا كنت بيعرض على السيد الوزير والسيد الوزير مشكورا بيعرض على الرئاسة هنا لما بيتم العرض أنت بتوليله الإيجابيات كذا والسلبيات كذا طب فيه نماذج حضرتك يعني يمكن نشرها أو ليس صح عنها ولا يعني طبعا في عزي العمور ليس كل ما يعرف يقال وفي تار برضو يعني الحفاظ على الأمن القام المصري طيب بشكل عام لكن أنا بقول لحضرتك في حاجات أنا شاركت فيها شخصيا في عهد مين في سواء في عهد الرئيس الرئيس مبارك طبعا لأنه كانت فترة طويلة واخد بال حضرتك مختلفة وأيضا يعني حتى في العصر الحالي كان ليه أراء وأنا دائما في إطار يعني في إطار المنظومة اللي أنا عايش فيها طب بنسمة كم من هذه الأراء تم الاستماع على رأي حضرتك أو رأي الدبلوماسية يعني أنا بتهيالي يعني مثلا فيه خرار استراتيجي مهم أنا شخصيا قلت إنه إن إحنا موقفنا في هذا الموضوع كذا 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 ومش عاوز أقول إتخذ بي يعني إن هو بيمشي مشي مع السياسة العامة لكن كان ممكن مثلا لو هم لهم لو في رأي آخر كان يقول لك إن في رأي كذا كذا يعني نفهمت دونية من حديث حضرتك إن رأي سياسي أو رأي صنع القرار سياسيا هو الذي يغلب طبعا لأنه هو الجاهل حتى ولو كان خطأ من وجهة نظر الدبلوماسية لا يعني أنا شوف حضرتك الدبلوماسية المصرية ليس جهة صنع القرار في النهاية هي بتنفذ القرار اللي بيتاخذ من وفقه للدستور لأنه هو حتى لما بيطلع من وزارة الخارجية بيتم منقشة هذا القرار في إطار التشاور مع جهات أخرى جهات إلى إنه مثل إذا كان قرار قصادي أو ثقافي أو كذا أو كذا له كذا جهة بتاخد فيه طيب هكذا الحال في الديمقراطيات المستقرة أو القديمة وأيضا في مصر يعني أنا شخصيا في حاجات مهمة جدا كنت باخد رأيي الجهات المعنية الأول المختصة وبعدين بقوم واخد كل هذه الأراء وبعرض على السيد وزارة الخارجية بقول له ده الكذا وده الكذا وده الكذا وأما الرأي السياسي بقى اللي هو أنا بعرضه شخصيا بقول وفي تقديري أن الموضوع كذا 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 والأمر مرفوع لسيادتكم للتقرم بالنظر والتفضل بالتنبيه لقدر الله ده كان القرار السياسي خاطئ فتبقى المسئولية في رقبة صنع القرار هو يحسب عليها طبعا لأنه زي ما بقول لحضرك إحنا عندنا كلام مكتوب وفي نفس الوقت زي ما بقول لحضرك ده ده منظومة التسطور هو اللي بيحددها مش وزارة الخارجية هي اللي بتحددها عظيمة وبالتالي أنا بجد أنه صعوبة أنه نقصر هزيمة 67 على شخص السيد وزير الخارجية حينها زيك وضرأي الشخص يعني في كل الأحوال إذا ذنت لنا نطوف سريعا أو ننتقي بعضا من العواصل من الحركة عملت بيها وكما ذكرت في مقدمة هذه الشهادة أنه في كل عاصمة محتاجين حلقات وحلقات لاشتباك حضرتك في كثيرنا القضايا سواء القديمة أو حتى الحالية بتدعياتها وتأثيرتها فإراء حضرك نبدأ باليمن تمام يا فن اليمن ده آخر محطة آخر محطة الحركة ربنا ديك الصحة وطبط العمر دائما موفق يعني يا رب لكن لفت للنظر مع قصر هذه الفترة اللي حرك قضيتها في اليمن لكنها حافلة بالكثير من الأحداث حضرتك رحت في بداية سبتمبر 2014 وخدمة حضرتك هناك انتهت في مارس 2015 فترة قصيرة لكن في هذه بعدها رحت عدن فترة أخرى وبعدين رحت بقى سفير مصد لدى اليمن من الرياض من الرياض آه ثلاث سنوات ونصف يعني عدت فترة تانية مع السفراء المعتمدين لدى اليمن ولكن من الرياض مفهوم لكن أنا أصد الفترة لكت على أرض الواقع كانت على أرض الواقع في صنعاء شاهدت فيها حاجات رأي العين نعم وشاركت في بعض الأحداث المهمة في صنعاء وعدل في صنعاء وعدل شهور قلائل لكنها كانت حافلة بالكثير من الأحداث لأنه حتى يعني في هذه الفترة مشاهدنا الكرام أحداث كثيرة حصلت في الملف اليمني وتطورات كثيرة سواء فكرة التقارب السياسي التباين في الرؤى للتصعيد من قبل جماعة الحوث يعني أمور كثيرة متعددة هترك المجال لحضرتك يعني تلفت الأنظار إلى أهم النقاط وأتمنى برضه بإيجاز الإيجاز اللي هو غير مخل لأنه فيه نقاط كثيرة مهمة وبعد كانت تحدث عن رؤيتك للأزمة اليمنية وإذا كان فيه حلول حسب رأيك تمام أولا بالنسبة حضرك لليمن اليمن طبعا تهم مصر جدا تمام وفيه علاقات تاريخية معروفة واليمن هي أرض حضارة وعلاقات منذ القدم بين مصر واليمن وأمن اليمن يرتبط بأمن مصر استراتيجيا خاصة فيما يتصل بمضيق باب المندب وأمن البحر الأحمر ومن ثم هناك اهتمام كبير باليمن وبالعلاقات المصرية اليمنية تمام الفترة الحقيقة اللي أنا رحت هناك فيها كانت فترة صعبة جدا وقيل أنه تم اختياري فيها على أساس أن أنا خبير بالتعامل مع التهديدات الاستراتيجية الأمنية اللي بتواجه مصر كمام فقلت لهم بكل سرور وقت حملت يعني أنت حضرتك خيرت قبل الذهاب اه خيرت وقال لي اه تزاو أنه يا بلد كبيرة لأن الأمور كمان ما كانتش مستقرة ما كانتش مستقرة وقال فيها مكاتب كبير كتير عدد من المكاتب عن مكتب مجاري وعسكري وثقافي وأعلامي وسياحي فيها عدد من المكاتب أكتر من لندن لأهمية اليمن بالنسبة لنا وأهمية ضبط العلاقات اللي بيهي بين البلدين في مختلف المجالات تمام فأنا كنت على قناعة بهذا وعندي خبرة فعلا في مواجهة هذه التهديدات الاستراتيجية عندما وصلت لهناك من أول ما وأنا بحاول يعني نوصل لهناك كانت الاضطرابات كانت بدأت تشتغل على الصعيد ما بين القوة السياسية الموجودة هناك وكان صعب أننا حتى أخرج من مطار صنعاء حتى السيد الرئيس عبد الرب منصور هادي اللي هو كان في ذلك الوقت موجود فيه ما كانش لسه خرج من صنعاء أرسل سيارة مدرعة وحماية جهاز حماية لإخراج من المطار فكانت صعوبة يعني وبعدين رحت دار السكن دار السكن والسفارة مع بعض هنا إذا ذنت ليه فضل هذا الحرص من قبل الرئيس اليمني على وجود سفير المصري يقينا بيعكس بشكل أو بخر ثقة للقاهرة بالضبط أنه وجود سفير للقاهرة في الأراضي اليمنية له ما له من اعتبارات جزاكة الاعتبارات السياسية قوية وحرص من مصر أيضا على مسندة اليمن على كافة المجتمعات طبعا الوضع كان مضطرب جدا من ناحية الأمنية لأنه كان قدامي قدامي السفارة على طول شارع جمال عبد النصر شارع رئيسي ما فيه اشترات أربعة متر قدامنا مقرر الحرس الجمهوري مقرر القصر الجمهوري فكان كتير من ضرب القصر الجمهوري بالقنابل بيجي بقى علينا الراجع بتاع الحاجات دي بتيجي على الضر السكن وكانت مشكلة كبيرة جدا مش عارفين الناس كتير بيتخافوا وكل يوم ناخد حيات حضرتك وناس كانت في خطر في خطر كبير طبعا أنا كنت يعني بحاول قلت خلاص يعني احنا في بنقدي رسالة لخدمة بلدنا وما عنديش مشكلة يعني لكن كنت ببقى خايف طبعا على الطاقم الحراس وكنت بحاول ان انا يعني اطمن كل الناس وبالذات كان معايا شباب كمان في الصفارة دبلوماسيين وانا بوريك ان الادارة كانت صعبة جدا وازاي نحافظ عليهم كلهم من ناحية الامنية ومن ناحية الانسانية فكنت اعملت تشكيل لجنة الاول لجنة لإدارة الازمة على اساس انه كان في حاجات موجودة قبل كده لكن ما بتشاركش كل الناس لكن انا حاولت بقى ان ادخل رؤسان مكاتب وزملائي في صنع القرار اه ان دي ازمة بل لازم ازمة كله يبقى عدد كبير يشارك ما يكونش سفير منفردا بيها بالزبط عشان يبقى فيه اه نوصل لايه لشيء من هذا القبيل انه يحقق الامن للجميع اه والامور كانت بتصير كان في بعض السفرات مجورة ليكم برضو يعني بتوالي نفس التهديد لا تقريبا كله كان مشي مفيش السفارة الامريكية والبريطانية السفارات العربية كلها كانت اخلت اه اذا كي وقت دي كانت اه ستركت صنعها يعني خرجت افلت يعني اللي كان موجود فقط كان البريطانية حضرتك والامريكية والالمانية اه وطبعا الصينية حتى الان الايرانية حتى الان اللي لسه شغالين يش الفلسطينانية حتى الان الايرانية والصينية ممكن تفاهم منهم هم موجودين لأكبارات معينة الزبط يعني اللي موجود حتى الان ايران والصين وفلسطين حتى الان موجودين وسفيرهم اللي كان سفير فلسطين في اليمن صديقي هو الآن أبو اللوح هو سفيرنا في القاهرة سفير فلسطين في القاهرة في الفترة دي تم الاعلان عن موقف مصر السياسي اتجاه دعم دعم الشرعية في اليمن وما إلى ذلك تم الاعلان عنها بشكل واضح وصريح الأول حصل توقيع اتفاق السلم والشراكة كان في 15-9 وبعدين بعد كده بدأت نشوف الأكواء بتختلف حصل بقى العلاقات اللي بدأت نحاز من علي عبدالله الصالح الرئيس السابق علي عبدالله الصالح تجاه الحوثيين جماعة أنصار الله الحوثيين أو جماعة الحوثي حاجة يعني أنا أمب يعني مكنش حد يصدقها هذا الانحياز الكامل وفي كل المجالات فدي كانت بتجد علينا عبر لأن دلوقتي انت بتشتغل فيه في مكان وانت منفروض ان انت تبع الرئيس وفيه فيه جماعة بدأت تستولى على السلطة بتناهد الرئيس بتناهد الرئيس فكان مسألة صعبة جدا لكن اللي كان لحد ما تظهبط الإجراءات أن مازال رئيس الرئيس هادي كان موجود فيه صنعات ولكن إذا بقى تزايرة الأحداث الإرهابية وفي وقت كان السفير أحمد عبد المبارك اللي هو حالياً وزير الخارجية كان مسك لجلة الحوار الوطني فبعد ما اتفع على الحوار الوطني كله فهو واخده ورايح عشان البرلمان يعتمد ويخلصه أبضوا عليه بسكوه جماعة الحوسي جماعة الحوسي وبعد كده أخدوا أبضوا على الرئيس هادي وقيادات بقى أخرى وبدأت بقى هنا قيادات كتير تنضم للحوسي وقيادات تخرج من وقيادات موجودة يعني تخاوم المسألة كده أصبحت مربكة جدا من نسبة لوجودكو على الأرض وصعبة جدا يعني لأن كمان في أحداث إرهابية حضرتك من حين لآخر الواحد يمشي يلاقي فيه انفجار حصل في المكان اللي كان وقف فيه مثلا يعني فكانت صعبة جدا وفي أحد الأيام وأنا موجود في وزارة الدفاع بعمل المقابلة فكنت في الدور تقريبا التاسع فوق فبص لقيت الناس نازده من الوزارة وحطين إيدهم فوق دماغه فقلت لها ده معناه كده يبقى فيه استسلام فكتنا كلمت مع حد من المخابرات الحربية عندهم قبل يعني يوم وكده فقال لي آه فيه فيه خيانات يعني قلت له خيانات الخيانات واحد اتنين ثلاثة لكن مش كل كان عدد كبير نازل من الوزارة بيستسلام عدد كبير وعمل إيده كده فحسيت بقى خلاص إن فيه كده ده إجراء الإجراء اللي بعد كده حداك اللي كان أصعب إن لما تيجي تروح تعمل أي مقابلة في أي وزارة فيه ثلاثة وقفين بره بتابع الحوزي يقول لك انت راحتي قبل مثلا وزير اقتصاد له وزير الخارجية ليه ومشاعم إجراءات كل يوم بتعقيدات وبدأت الأمور تسوق لكن حقيقة الحمد لله حصلت بعض القيود البسيطة على بعض أعضاء السفارة في الحركة في التحركات لكن كانت بتتحل يعني كنت أنا بتعامل معهم بقوة أو بحسم إن عدم المساج بأي عضو من أعضاء السفارة ولا أي مواطن مصري كانت جماعة الحوثي أو العناصر دي تسمع؟ كله كان بيسمع كلمة سفير مصر لأنه هما يعني لدت يعني كنا حارسين إنه إن كل المسائل نحن نعمل من أجل يعني تحقيق حل سلمي للأزمة واخد بالحضرتك وفي نفس الوقت عدم المساس بأي عضو من أعضاء السفارة أو أي حد من الأعضاء الجالية المصرية عظيم وده ممكن ناخد منه بعض الاعتبارات ممكن نجي لها بعدين يعني بعض الاعتبارات السياسية إنه جماعة الحوثي أيضا لم تدخل في صدام مباشر معكو يعني فترة رغم أنه ممكن تكونوا أهداف سهلة بالنسبة له وبالضبط لأنه هو خلي بالحضرتك الفترة اللي إحنا كنا موجودين فيها برضو أيضا إحنا بتعامل مع كل القوة السياسية وهم حتى الحوار الوطني وغيره المقررات يعني إحنا بنقول إنه كيف يتيم محلياتي الأزمة في إطار قرار 22-16 اللي هو متعقل مجلس الأمن الدولي وبعدين مقررات لجلة الحوار الوطني عمل حوار وطني في كل شيء حضرتك وأيضا المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية فهو مستقر في ذهن الحوثي إن القاهرة عنصر حل عنصر حل مش عنصر لتعقيد الأزمة بالضبط فأيضا كان فيه مثلا لما نلاحظ حتى لو شفنا وسائل الإعلام والجهود اللي الواحد كان بيحاول يقوم بها في بعض المراكب كانت بتدخل في الخطأ أو كده في المياه الإقليمية مراكب السيد حرب توصد مراكب السيد نعم وكانت بتعمل مشكلة كبيرة جدا وبالذات في وقت الحرب وممكن بخاف عليهم كمان عشان الألغام لكن كنت بتمكن من الإفراج عنهم بل حضرتك تشوف في بعض الصور زي ما هو منشور في الجرائد أنا جبتهم الصفار عندي حتى هم يقولك أنت السفير نعم قلت لهم أنا مرتبي من عرائكم أنا أنا بعمل من أجلكم رب أنا أجزك خير لا يعني ده قلت لهم لا يعني ده أنا فعلا السفير وإنتوا قد أنتوا جيتوا صفارة مصر إن ده بيت مصر اللي بيعمل من أجلكم وده المفروض أنه يحصل في مكان في العالم وإن توجيهات السيد الرئيس إنه العمل من أجل حماية أبناء مصر في الخارج ورعايتهم بكل الوسائل واعتقد ده ألف باء عمل أي سفارة ده وده ده أنا بقوله برضو إنه السفير لازم يكون عنده قدرات اتصالية عالية جدا ويحاول دائما أنه يقويها ويعضضها لأنه ده بتيجي لأنه ممكن أزمات تحدث تحدش في أي وقت وحدثت أزمات كتيرة ولا موجود يعني في واحد شخصية كبيرة كان تسرق مثلا عربي سيارته وخده وحطه في السجن كان هم ما عندهمش رحمة أم واخد على طول حطه ده في اليمن في اليمن فأكلمت على طول عارف أنا بقى الخيط فين تكلمت بتاع الأمن السياسي اللي هو يعتبر زي المخابرات الحربية كذا كذا في أولندا يفرج عنه فورا ناردة وفعلا أفرج عنه ورحت شفته وافرج عنه ورجع عن مكانه واخد بالحضرتك والعربية اللي اتخذت بتاعته في الشارع رجعت يعني أنا بقول أنه كل بالذات الصفرة يعني لكن مش الأعضاء فقط العضو هيعمل أي حاجة في إطار تعليمات السفير ومعرفة السفير أيضا لكن السفير لازم يكون عنده قدرات تصريحة عالية جدا مع كل الجهات في الدولة يعني لما كان بيحصل لحد أي مشكلة يعني مرة في قصة بإختصار شديد كان فيه دكتور مسيحي مصري كان صديق عزيز بعد كده موجود في الحديدة والخلاصة كان بقى له سنتين والحرب شغالة وكان عاوز يرجع مصر فتبه يرجع مصر إزاي وهم محوطين الحديدة وهيروح يركب من الطائرة إزاي من مطر صنعاء طلعته من خلال بقى العلاقات ومن القبائل وشيخ القبائل إجاما لها وضع مختلف القبائل وشيخ القبائل ورجع وركب ركبناها حاجات بدائية يعني مطية أو يعني مؤخذة كذا واخت بال حضرتك لحد ما يوصل لصنعاء وطبه يجيب فلوس منين كله ده تم تدبيره ورجعناه مصر والبابا شنودة بعث لجواب شكر والسيد وزير الخارجية بعث شكر وكذا تقول هناك ده واجبي لخدمة كل أبناء مصري سواء مسيحيين مصريين مسلمين صحيح وغير ذلك وقضايا أخرى كثيرة حضرتها وهو شهد هنا زي ما حراكب تقول أنه السفير الناجح لابد أن يتمتع بشبكة علاقات قوية قوية الدولة المتواجد فيها وده ربما كده يعني كثير من السفراء اللي ساعدنا بشهاداتهم على نفس الكرس الحرف تجلس عليه ومنهم طبعا سعد سفير محمد نعوان جلال أكد هذا المعنى أيضا في شهادات وربما ذكر بعض الأمور مرتبطة حتى في أمور أكثر خطورة وأكثر أهمية في قضايا تتعلق بعلاقات مصر وغيرها يعني مرة مثلا دكتور زكريا عزمي كلمني وكان السيد الرئيس مبارك عاوز جروح اليونان وهو رايح هيعدي على أزربيجان جبت له الرد مفيش وأنا كنت في اسطنبول راجع تفقى جازه وراجع يعني فرديت عليه من اسطنبول كلمت ومدير مكتب الرئيس هناك على طوله جبت له الرد إميديا لي فالرئيس بيشكرك مثلا فإزاي أن أنت تبقى عندك كوميونيكيشن عندك صلاة ترد في وقت الأزمات في وقت الاتصالات المهمة لأن دي يعني يعني ديات يعني من أولى وظائف السفير طيب ده درس عملية لأي دبلوماسي يبدأ حياته المهنية بزبط يفعل أنا معلش بحاول أوجز في بعض النقاط علشان لسه في كثير من المحطات في تاريخ حضرتك لابد أن أتوقف أمامها خروج حضرتك من اليمن كيف تم بالزبط كان خروج بقى صعب جدا لأن طبعا هم مش يسمعون خروج نحن نغرق فكان لازم الترتيب بشكل بقى يعني يعني غير معلن حتى يتم إخراج فطبعا عملت لجنة وابعدين أسمنا بقى العدد وفي سيدات وفي كذا وفي كذا حرجت واتركت السفارة أنا حتى كان فيه توجيه عشان خافه من خطف لي أو شيء من هذا القبيل ولكني آثرت إن أنا آخر واحد يخرج أنا اللي قفلت السفارة حتى الآن وبالشمع الأحمر تمام حتى كان مفروض نسيب حراس أمن لا درس تاني برضه لم أترك ولا حارس خيل بقى لو كنت سيبت حارس أمن كان زمانه بقى له 6-7 سنين قاعد هناك طب وبعضين والضرب اللي كل يوم شغال ويعيش إزاي ويأكل منين ويشرب منين ويحمي نفس الني أخذت كل الناس كل اللي موجودين في السفارة نعم مع الأقض طبعا عملت اللازم بقى إيه بعد كده لحماية السفارة طبعا فيه إجراءات معينة بقى مع القاهرة عملتها عشان كل يبقى عارف يعني لو فيه أي مشكلة أو حاجة كده في المستقبل يعني فيه إجراءات بتتعمل يعني مش يسيب معدات السفارة ولا حاجات السفارة ولا كذا ولا كذا واخد بالسيادتك كل ده تعمل تبقى للإجراءات الأمنية اللازمة عملت لجان وزبطت الأمور بأسرع ما يمكن وبدق طب كان معنا فلوس فلوس السفارة فين والمصاريب بتاعتها عملت لجنة طبعا ما كان ممكن بقى يقولك ضاعت وفيش حاجة اسمها ضاعت هتسأل عليها لا يعني أقول له هتسأل عليها قدام ربنا قلت له لا 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 كله نروح البنك وكمان خلي بالك البنك ممكن يعرفهم إن احنا بنسحب فلوسنا لأ عملنا كل الإجراءات القانونية في لجنة الجرد في لجنة الجرد كذا من جهات المعنية وجهات كذا والمسكين الشؤون المالية وبرئاستي السفير واخد بالحضرك وبعدتها لمصر وهم في مصر شافوا كان كذا وده كان كذا وبعدت لي السفير شريف شهين كان مساعدة بزيلي الشؤون المالية وإدارية خطاب شكر في هذا الشهل يعني مسجل عند حضرتك تمام ليه لأنه لازم الواحد يعني يتابع كل شيء بدقة أمنيا ماليا إداريا أمن الأشخاص مهم جدا فخرجنا الحمد لله كله بأمان بهدوء خالص كل خرجتهم وعلى أننا هننزل بقى يعني مهمة كده ونبقى نرجح في الوقت المناسب كشكل مشكلة كموية بالزبط بشكل هادي جدا من غير أي صعوبات وبعدين لما رجعت بقى مصر حضرتك كان الأحوال ده برضو متوترة الرئيس نفسه هرب عبد الرب منصور هدي طبعا هرب بشكل معين كان هو حبسينه وبتاع فهرب خلال هرب وطلع على مكان ما ثم بعد كده هو رح تحرك من عدن لصنعاء تحرك من صنعاء الأول لعدن لعدن وهو في عدن بقى أنا رحت نقلتي إلى عدن كنت أنا والسفير السعودي والسفير الإماراتي والقطري فقط لكن الأوروبيين بقى والكلام ده خافوا يوجد عدن لأن فيها فكانت بالنسبة لي كمان صعبة جدا لأنه طبعا ما معيش حماية ولما معي أمن والوضع مضطرب جدا وكل ما تجتمش في أي مكان فيه المتاريس واواواوا لكن كنت بتغلب بعليها وتعايش معها بيدوه إلى جانب حصل بقى تطور نوعي أنه لازم من تأييد الرئيس عبدالرابو منصور هاتي فحصل بقى قمة في شرم الشيخ زي ما حضرك تعلم والملك عبدالله دي في مارس 2015 بالزبط تقريبا نعم والرئيس اتفق الرئيس رعفتاح السيسي والملك عبدالله ودعو والجمع العربية دعت عبدالرابو منصور هاتي لحضور مؤقمة شرم الشيخ اعتبر هذا طبعا تأكيد على شرعية على شرعية الرئيس عبدالرابو منصور هاتي و في هذا الشيخ كيف الوصول إلى الرئيس عبدالرابو منصور هاتي هنا بقى لما روحت له كان كان هو قاعد في القصر قصر حضرتك من عشيق حضرتك من لفت بإنبال الدعوة وانا خدتها من مصر وروحت بيها بس انا رحت عدن عدن ومن عدن بقى تبقى راح أسلمه له ازاي طبعا عارف ان هو في قصر المعشيق بس قصر المعشيق ده بيمضرب كله شوية طيب ماشي اتضرب ده بتاع ربنا سيبك منه طيب انا راح أده له ازاي كل الانتراج كل الناس اللي حواليه انا لازم برضو اقيس درجة سلاتهم بيه خلي بقى لحضرتك بقى هنا مستفير اللي نص ونص لازم اديه له شخصية فقلت لا لازم هو شخصية مقابلته شخصية فالحد ما وصلت فدخلت للقصر طبعا رحت بقى سيارة عادية لان لو رحت ما فيش دبلوماسية ما عنديش في عدن وكان عندنا انصلية في عدن فما يعني مخدش منهم اي حاجة على اساس انه لا يكشف ان انا رايح عابل الرئيس هيبان من رقم العربية ان انا مصر ده برضو في خطورة خطورة علي شخصية على حضرتك نعم فدخلت القصر طب هو فين بقى في القصر فعرفت من كان فيه واحد عرفه يعني كان من امين في الرئاسة ودخلت كان فيه واحد دي السا جاي جديد اللي هو بقى دلوقت سافرهم في القاهرة هو ده اللي ايه كان اللي هيتولأ اه دير مكتب الرئيس لا ما قلت له نعاوز انا اشوفه اقابله فالمهم رحتوله فالرئيس مش مسدق انت طبعا عرفنا انا من من استقبالك من استقبالك من صنعاء كنت بقابله كذا مرة وفيه علاقات خاصة بينه وبين سيادة الرئيس يعني عبدالربو منصور هذا فقالي انت جيت ازاي قلت له اما احنا يعني قلت له صنعاء ولا طر السفر ما فيه مشكلة احنا بنضحي من اجل يعني المصر واليمن في كل مكان فانبسط وكان سعيد جدا وطلب انه هو اه سلمت الدعوة طبعا قلت له دي ايه الخطاب من السيد الرئيس افتح السيسي اه دعوة لسيادتك عشان حضور القمة القمة في شرم الشيخ فكان سعيد جدا و وحضر بقى للقمة لما تسلم الخطاب لما سلمته على طول القناة بعض القناة العربية والعربية الحادة الصغيرو ازاعوا ان استفير يوسف الشرقا وسلم كذا 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 راحوا ضربين ساروخ عليه فقاس المعاشر الرئيسي عشان يضربوه وانا كمان استنوا انا مروحت القتل وراحوا ضربين القتل اللي انا فيه فحتى هننزل تجري ما كنتش عارف الصوت من الايكو بتاع الصوت بتاع الضرب فاتحركت فعكس الاتجاه فهم خافوا قال لك انت كده ممكن يضربوك ويشوفوك تاني فروح تجاري ناحية البحر قلت عشان يبقى البحر ممكن الواحد ينزل فيه حتى يستخاب لان مفيش لان المكان مكشوف المكان مكشوف المكان مكشوف فقلت خلاص ربنا هم محوطين مكان هم محوطين مكان وكانت بقى الحياة في عدم صعبة جدا لانه هم للأسف جوهم بقى سيطروا من احتلوا كل فاليوم ده حرك نجوت ازاي لقيت بقى ناس كتير جات تجريوا انا رحت على الشاطئ بعيد وهم كانوا ضربوا الطلقة الاولى دي كم ضربة وراء بعض كده على الاوتيل وانا كنت سيبت الاوتيل لو قلت عشان بس جريت في فناء كده ناحية البحر ناحية البحر الشط بس المكان كده مكشوف يعني وهو لان لو خفت الاوتيل ينهار وما فيش ناس كتير فقلت خلاص بقى كده على الاقل الناس تبقى شايفاني بقى خلاص بقى ربنا هو الحافظ القضاء والقدر واخد بال حضرتك فبعد كده كانت ظروف صعبة جدا باختصار لما تدهورت الاوضاع اكتر تبقى هخرج ازاي من صنعاء ومعايا كمان الانصلية المصرية فكت بقى انا والسفير السعودي والاماراتي والقطر كانت صعبة جدا مسألة الخروج فا كنا بنشوف البدائل بتاعتنا ان احنا لانه طبعا انا معارف انه وانه خلاص فيه تشكيل تحدي ضرب الشرعية وهيبدأ الضرب لانه مفيش مش راديين مفيش عمليات بقى مفيش تقارب ومفيش تنفيذ الاتفاق السنو والشراكة ولا اي عمليات سلام خالص فتوقعت على طول اللي ممكن الحرب هتبدأ فكت بقى بحث بقى عن الفرص انت زي نخرج ما كانش كان فيه صعب جدا فكان اول طريق ان احنا نتزل بالبحر فروحت شفت البحر لقيت انا نركب زورق كده وبعدين بيلف كده بطرقة معينة فالقيت ان فيه معانا سيدة في السفارة في الانصلية وولد مش يركبه طبعا خافه وبعدين بعد كده كان فيه احد الدول قالت قلت لهم نروح معاكم نركب معاكم نخطط طيارة يعني فقالولي لان لازم يكون معاك بصبور تاني بصبور غير الدبلوماسي يعني عشان لو اتمسكنا محدش يقول حي ما يقوليش ان احنا صفره ويقتلون يعني فقلت لهم لا الله احنا نظام بتاعنا هو واحد سفير يعني اصدي بصبور واحد الحاجة التانية قالوا لا خاد رجع لدولته قال طب خلاص يبقى انا اسأل السفير بس انت حضرتك رفضت اكيد طبعا طبعا يعني انا اجيس خلاص ساعد الناس ما تجي تموت اسيبهم طبعا خلاص انا معاهم للنهاية يعني شكرا تفضلونتوا نجوم هم على بالليل ركبوا مركب يعني مركب كبيرة كده وبعدين نزلوا بقى الحاجة تانية مركب كبيرة امريكية تاخدهم بقى هتوديهم بقى مكان تاني يعني ممكن دولة اخرى عربية ومن هناك انطلقوا وبعدين بعد كده يشوفوا يعني انا رجعت تاني طبعا يعني مرتبط بهم ما قدرش اعود كمان يوم ولا حاجة لانه هم منتظرين نمشي عشان يعلون الحرب طيب يا حاضر بتولهم حاضر اتصرف فتصلت بقى شفت بقى ايه هنا بقى العلاقات تانية عارب مثلا شيخ القبائل الممثلين بتاع الجهات الامنية بتاع الام المتحدة والمنظمات القوية اللي كانت شغالة هناك عرفت منه من فيه طيارة ممكن ترجع تطلع من هناك على اسطنبول فقلت خلاص قلت للزميل اللي معنا في الصفاء الالبنسولية اقطع لكل الناس بقى شوف اي حاجة وانا موجود تحت عمرك همطيلك على كله وقل له بس كذا 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 وكان فيه سفير يعني اعرفه عشان نكلم رئيس الشرك بتاع الطيارة عشان تكلفة التذاكرة اه لا عشان كمان يسمح ان احنا تركبوا نفس الطيارة لان كانتي ادلاست فرصة لاخير بكرة مش نعرف نعدي ما فيش ولا طيارة لانه التحالف يعلن الحرب اه وهم من دلوقتي قالك منتظرين اما تقول ان انت دخلت لمجال الجو القاهرة لهذا الحد اللي التحالف كان منتظر حضرتك خروبك براء و هنا ده يؤكد برضو ان مصر حريصة على ابناء على سلامتنا لانه بعد كده رتبت كل حاجة واركبنا وبعدين رحت اسطنبول كان فيه مخاوف ان لو كن حد متابعنا وبعد اسطنبول يطلعونا وبعدين بعد ما رحنا جيت بقى ونا دخل مجال الجو القاهرة تلقيت مكالمة من من القاهرة فقالوا لي انت انا نازل ما ترى القاهرة بدأت على طول الحرب بالليل طيب هنا بقى صفحة جديدة من ان احنا بقى بعد كده نقلت الى الرياض سفير مصر لدى اليمن من المذكرة الرباية السعودية انا عارف انه فيه تفاصيل كتير جدا مهمة لكن زي ما قلت انه احنا لقى عندنا نقاط مهمة ايضا في ملفات اخرى يعني يكتفي بهذا القدر فيما يتعلق باليمن ولكن برضو بي ايجاز حاجة شايفة الازمة ازاي وامكانية الحلول ازاي طبعا الازمة اشوف حضرتك مؤقدة جدا بالنسبة للمضمون الحل يعني فيه فيه مجموعة اسمها مجموعة صفراء اليمن انا شاركت في اجتماعاتها السياسية وفيه مجموعة تانية امنية هذه المجموعة عملت حلول لكل صغيرة وكبيرة في اليمن ادي حال حاجة التانية عملنا شاركت في مفاوضات في الكويت دولة الكويت رعتها الكويت حوالي خمسة اشهر عملنا تصول الحل كبير جدا واخد بال حضرتك خريطة شاملة وكانت فرصة سيادتك مهمة جدا رجعنا الحروب اللي كانت في دول اخرى حتى لو مختلفة زي كولومبيا وكان عندهم جماعهم معارضة المدة مش عارفهم بقى له كذا سانة كتير جدا واتحلت ازاي وغيرها من البلاد يعني من هذا المنطلق وضعنا اطار للحل واخد بال حضرتك الى جانب حصلت مباحثات مباحثات في استوكول وايضا في جنيف وايضا في الرياض فق الرياض وحصلت اخيرا اتفاق الرياض كما نعلم المشكلة طيب كل يوم اعملنا حاجات كتيرة كتيرة كل ده جاهز يعني عطر ابيضة نقعد انا كواحد منهم ما قدر اقولك نحل كل حاجة ازاي وعندي في دماغي تصورات من رئيس الوزارة من وزير الخارجية من وزير الدفاع المشكلة فيها المشكلة لابد من اتفاق اولا احنا عندنا ثلاث قسش رئيسية يابد ان ينفس قرار مجلس الامن ٢٢١٦ المبادرة الخالجية والياتية التنفيذية مخرجات الحوار الوطني اللي هما اهم مخرجاته اللي هما بيأكدوا عليه انه لا يمكن لفصيل ان يستولى على السلطة بالقوة ويتسلح بها ويفرض رأيه او سلطته على الاخرين او ان اليمن لكل اليمنين اليمن وانسمى من الانتحار بتقوله يجب ان يتم الحل بايدي اليمنين انفسهم ولكن برضو عشان اكون واقع مع اسياتك هذه قضية يعني داخلية اقليمية دولية معقدة هي مرتبطة ايضا بحل يعني اقليمي لان هي يعني مرتبطة نعم هي مرتبطة بالتدخل ايراني في اليمن التدخل ايراني في لبنان التدخل ايراني في العراق ده رأيه الشخصي واخد بانسياتك حضرتك كان الان فاكر كويس انت طبعا نشرات الاخبار احنا بنقرها بشكل شبه يومي فكان استوقفني بعض التصرحات جاءت على اللسان بعض المسؤولين في تهران ان هما بيقولوا انه امن اليمن قالوا امن اليمن من امن تهران او امن القوم لطهران مرتبط بامن اليمن وده كان حاجة لفتن النظر جدا او يعني لما سقطت اليمن كان فيها من الجرأة ما فيها انه تهران تعلن ده يعني نعم وهم احد المسؤولين عندهم ايضا لما قال بعد تمت الاستيلاء على اليمن قالك العاصمة الرابعة سقطت العاصمة الرابعة عربيا يعني بيز واخد بل حضرتك فبالتالي عشان اكون وقية مع سيادتك هذا الحل يجب ان يكون حلا اقليميا وفي رأيي ايضا الشخصي انه مرتبط بحل مشكلة البرنامج النووي الايران ومنع انتشار اسلحة الدمار الشامل كده المسألة معقدة اكثر تعقيدة ولكن يعني انا على الجانب الاخر وفي عقلاء كتير من اليمن موجودين في مصر يعني امثال كتير يعني الرئيس السابق والاسبق علي ناصر محمد وفي ناس شخصيات كبيرة جدا بتحب مصر وكانوا حتى على التصالبية اليوم زي المسشار الراجل عبد العايز المفلحي وغيرهم واخد بل حضرتك شخصيات كبيرة وعبد الملك المخلافي وزير الخارجية الاسبق وغيرهم كل هذه الشخصيات عدد كبير منهم موجودون في مصر هؤلاء العقلاء يعودوا مع بعضهم ووضعوا اطر الحد طب الشاهد هنا وصوب لي في هذه الجملة الموجزة يسا لو افترضنا فرد جدلي حدث خلخلة او حلول في الملف النووي الايراني وتقارب بين ايران والغرب ولو افترضنا فرد جدلي ان حدث تقارب ما بين تهران والرياض كنتيجة شرطية واحنا مغمضين كده المشكلة اليمنية ان لم تحل فسيحدث فيها انفراجة كبيرة تمام سوف تحل لانها مرتبطة بهذا عشان نكون واقعي مع حضرتك هذا رأي الشخص عشان نكون واقعيين لان الحل جاهز ولكن في نفس الوقت يجب ان نعطي الفرصة لليمنين انفسهم للضغط هم انفسهم مع بعض ان هم يتخذوا مثلا من اي دولة عربية القاهرة او غيرها يعودوا العقلاء يعودوا ويبدأوا يقولوا خلاص نضع وننفذ بقى خلاص سعد سفير سأذنك نكافي بهذا القدر من الشهاد على نواصل باذن الله تعالى الاسبوع القادم ونواصل مع حضرتك الحديث حول مجمل هذه القضايا شكري فندم بكل سرور سعد سفير دكتور يوسف احمد الشرقاوي شكرا جزيلا لحضرتك وشكر ايضا موصول لحضراتكم مشاهدين الكرام على ان نلتقي الاسبوع القادم ان شاء الله الى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة